مرحباً بكم في هذه اللقاء الخاص لنا نرى مشكلة التراب بالتعلم بالنسبة لمجموعة من الأطفال المغاربة أي واحد مننا يريد أن يكون مصار تعليمي جيد ولكن قد تعترض الأطفال مجموعة من الصعوبات ومن بين هذه الصعوبات قضية التراب بالتعلم من أجل مناقشة القضية نستطيع سيدة نزها ميزاوي رئيسة جمعية أمل أطفال لدوي الصعوبات في التعليم أولاً لنفسر المتتبعي قناة ألفاس بريس كيف أهم الترابات وصعوبات التعلم بالنسبة للأطفال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيدة باستضافة لي لجالدة ألفاس وهذا الموضوع من الترابات وصعوبات التعلم هو أصبح موضوع يؤرق يؤرق القصر كما يؤرقه هيئة التدريس بالنسبة للصعوبات أو الضرابات التعلم هي إعاقة خفية يعني كان لدينا إعاقات ظاهرة كتبعاً على الطفل إعاقات حركية أو إعاقات مثلاً أو الضرابات كالضراب التوحد ولكن بالنسبة للصعوبات أو الضرابات التعلم هي إعاقة خفية ما تظهرش على الطفل أو التلميذ حتى يوصل للدراسة حتى يبدأ المصار الضيال والدراسي تقريباً السنة الثانية أو السنة الثالثة أو السنة الرابعة وكي ينبع الأطفال يقدر عندهم حتى الإعداد أو التناوم ما يقدرش يواكب لهذا كنفقوا أن الأصار يعنفوا هذا الطفل أو التلميذ على أساس أنه كسول وكذلك بالنسبة للدراسة أو إعدادية أو التناوية هي كي يمارس التنمر أو العنف اللفظي أو أحياناً حتى الجسدي بالنسبة للتلميذ على أساس أنه كسول وهما لا يعرفوش أنه هو الضراب يعني كي يخصنا نفرق ما بين ما هو الضراب على مستوى صعوبة التعلم وهذا الولد الذي عنده مشكلة في تأخر في الدراسة سماماً لأن هناك خصنا نفرق ما بين الضرابات وصعوبة التعلم وما بين التأخر الدراسي وما بين بطء التعلم لأن هذا الضراب هو الضراب نمائي كي هناك خلال عصابي بالنسبة لكي يعترض هذا التلميذ لأنك تظهر البوادير دياله من قبل لأنك نلقاه من خلال الفحص المبكير لأن الأطفال الذين ينتج عندهم صعوبات أو ضرابة التعلم كي يكونوا تأخروا في الكلاب تأخروا في المشي مثلاً تأخروا في الكثير الحوائج ولكن الأسرة لا تنتابع يعني حتى كي بدون مصر الدراسي ديالهم عاد كيعرفوا أن هذا الطفل راه الأسرة أولاً كتكون ملاحظة من الأسرة ثانياً كتكون ملاحظة داخل المدرسة يعني الأسرة المتتبعة أصلاً نعم، نعم، يتكون هذا الطفل كتشوف أنه دائماً عنده متأخر دراسياً ولكن لا يعرفوه يقولون غير هذا الطفل كاسول ولكن بالنسبة أنه أنا من هذا المنظر لصيفتي كرئيسة جمعية أمل الأطفال ذوي صعوبات في التعلم وأنا قبل أن أكون رئيسة أنني أم وعيشت تجريبة وعيشت المعاناة الأمهات والآباء والأسر وعيشت المعاناة الأساتذة كذلك بحكم أن السوج هو أستاذ التعليم التانوي يعني هذا الطراب أنا من طالق تجريبة وتجريبة الأخوات أعرف أنه دائماً يكون ركيينين واحد الأسباب بعد ذلك ألقوها أنها أسباب ليس عضوية ولكن هي عصبية كي قلت أو خلل أو بعض مرتك تكون ويراتية إلى غير ذلك ولكن نحن لا نجد شخص أو نقول هذا لهذا كي يكون عندنا مشكلة إحنا كأسر وكذلك المدرسة كي يشوفوا هذا التلميذ عنده هذا الصعوبة وهذا الإضطراب خاصة نمشيون عن طبيب المعالج دينا مثلاً طبيب الأطفال كي يحيلنا على بيدو بسيكياتر طبيب نفسي للأطفال وهذا كالطبيب النفسي كي يشوف كي يحيلنا كذلك كي يشوفوا واشهد الطفل ما عنده تشيحة عضوية في حالة فشمكة تكون عنده تشيحة عضوية كي يحيلنا على خصة النطق والحسي الحراكي مثلاً لو كان عنده مشكلة في القراءة أو في الكتابة هذا كي يكون هناك يعني خاصة يكون واحد الفاريق فاريق طبي وشبه طبي مع الأسرة مع هيئة تدريس لكن الأسرة كلها عندهم هذه الإمكانيات بشيء هذا هو المشكلة يعني ربما التكلفة تكون مرتفعة بالنسبة للأسرة أكيد بالنسبة للأسرة التي تكون عندها يقدر تكون عندها يعني يقدر يواكب ذلك الطفل مثلاً في الأمور الطبية وشبه طبية ولكن للأسف أن معظم الأسر معظم الأسر لا تستطيع المواكبة لماذا؟ لأن أولاً الأخي السائل ستعرف أن تكون غالية بالنسبة للأخصائي النفسي والأخصائي النفسي والأخصائي والتخاطب والنطق والحسي الحركي تكون أتمنى هذا وبالنسبة كينين كينين هذه التخصصات كينين في المستشفيات العمومية ولكن كي يكون العدد كبير للأطفال لهذا تكون المواعد طويلة لا يمكن أن يواكب وهذه الأطفال تتبع 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 يعني على مدى يعني يكونوا المواعد قصيرة لماذا؟ كي يتواكب من أجل هذا الغرض نشأت جمعيات هذا الدور تكون كجمعيات وشي تخفو الأعلام للأسرة تماماً نشأت جمعيات أمل أطفال والصعوبات في التعلم نشأة الرئيس الوطني هو الدكتور مصطفى بن يعيش المقر في القصة الكبير وقدرنا فروع في عدة مدن في المغرب مراك شتيطوان طنجة أفاس وفي التعلم هناك ثلاثة الفروع ثلاثة رئيسات في جهة التعلم ومن بين الأهداف كجمعية أولاً تحسيس تحسيس الأسر للدرجة الأولى لأن الأسر يجب أن نستخدم لأنهم هم الفئة المباشرة مع الطفل أولاً تحسيس الأم والأب والأسر لأنهم تأخير لا يجب أن يكون مؤدلات من المواكبة وكذلك التحسيس الأطر التربوية المدرسة وعندنا من بين الأهداف كذلك لدينا التشخيص التشخيص المبكر كانت تشخيص تكون فريق فيه الطبيب النفسي فيه الأخصاء التخاطب فيه الأخصاء التربية الخاصة فيه الحسي الحركي كانت تشخيص مبكر لأن كل ما كانت تشخيص مبكر خصوصاً في التعليم الأولي ونحن بالنسبة أنا جيدة سعيدة أنهم اهتمام بالتعليم الأولي قبل المنسبة أو التحضير لا يستطيع أن تشخيص أيضاً أيضاً لا يستطيع أيضاً 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 كثيراً تشخيص أيضاً تشخيص أيضاً ما من بين صعوبات الأكاديمية لأن كانت صعوبات صعوبات نمائية وكانت الأكاديمية من بين صعوبات نمائية عندنا عدم إدراك عندنا عدم انتباه لهذا دائماً نحن يعمل أحسن فاشكاً نلجأه الأخصائي خصوصاً الأخصائي الأخصائي النفسي والأخصائي ديال التخاطب واللطق لأنه يتبت لنا أن هذا الطفل سعيد صعوبة صعوبة نمائية يعني أنه سعيد وهذه الصعوبة النمائية لابد أن تؤدي الصعوبة الأكاديمية وهي صعوبة في القراءة في الكتابة في الإملاء في الخساب يعني يكون هناك ارتباط فيما تكون صعوبة نمائية من بعدها تأتي صعوبة الأكاديمية لهذا نحن كجمعيات خذنا على عتقنا أنه أولاً تشخيص نحس هذه الأمهات وهذه الأباء والمدارس كذلك على أنهم يكونوا تشخيص مبكي هل يكون لقاء مباشر مع الأوصار لا لقاء مباشر سواء حضورياً مباشر مع الأمهات الأباء أو عبر مواقع التواصل نحن عاملين تقريباً عاملين ولكن خصوصاً في فترة هذا الحجر الصحي أنه لعبات المواقع التواصل الاجتماعي دور مهم جداً دور مهم جداً في هذا التحسيس لماذا؟ لأنه كان أقرب لأنه لا يستطيع أن يمشي ولكن فترة الحجر الصحي قطعتك بانت بأن بنتد العيوب حتيكات خصوصاً أنه الأمهات والآباء الذين يواكبوا مع ولداتهم عدمت بثير صعوبات لهذا عملنا مجموعات على الوطس وعلى الفيس وكانت دورات تكوينية عن بعد والحمد لله أعطت القطل لها وصلنا الأكثر شريحة من المواطنين بهذا التحسيس بهذا الإضطار لهذا نحن قلنا أنه إن شاء الله وعملنا دورات تكوينية بالنسبة للآباء والأمهات وكذلك بالنسبة للأساتيدة كان الأساتيدة اللي باغين اللي باغين يعني أنهم يستفدوا من هذه التكوينات ونحن ونحن نواكب هذه الأطفال ونحن نعملوا التشخيص مثلاً ونحن صافراء ولكن يجب المواكبة دائماً المواكبة هذه القضية التي تتعلم في مشكلة المدرسة تماماً أكيد لأن هذه الصعوبة أو هذه الطائرة تساعد أكيد أكيد أن معظم لا يستطيعون يسايرون لهذا سوف يخرجون من المدرسة وعننا حالتين وعننا جوجل حالات نتذاباً أنهم خرجوا وعننا طفل حامل إعاقة وطفل عنده صعوبات في التعلم إذا نجناهم درنا لهم إدماج لأن هناك فرق ما بين الإدماج والدمج بالنسبة لي خرجوا من الدراسة كان يعملوا على التحسيت وهذا أنهم رجعوهم يعني اندمجوهم في الدراسة أنهم تكون لهم فرصة ثانية واذا درنا لهم؟ أخذناهم ودرنا لهم طلب الانتحان الموحد السادس مثلاً أو الثالثة إعدادة أنهم يدروا حر ونحن داباً مسيرين معهم أخي الصائية معنا في الداخل الجمعية ونحن داباً ندروا لهم بحالة نخدموا معهم لماذا نهيئوهم الانتحان الإشهادي وعندنا بالنسبة للدمج لدينا هذه الأطفال التي يكون لهم حامل إعاقة أو طرابات التعلم أنا سأتنظر لحكم أنني رئيسة تخصوص أننا بالنسبة لنا الطائرة تتعلم نحن هذه الأطفال نريد أن نجوم داخل الفصل خصوصاً أنها كان قرار وزاري خارج في 2019 يهم تربية داميجة لأن التربية الداميجة تهم هذه الأطفال كثيراً لماذا؟ من خلال هذا برنامج تربية الداميجة كان سعى لدمج هؤلاء الأطفال داخل المدرسة وداخل الفصل لأن داخل المدرسة المدرسة داميجة والأستاذ الذي يواكد كان سميه أستاذ داميج والقسم داميج والأستاذ داميج والمدرسة داميجة والأطفال ولكن للأسف من 2019 إلى الآن تم دمج ولكن المشكلة لدينا هي تكييل برامج وكيف نخدمه مع الأطفال المشكلة من المشكلة عن الأطفال المشكلة ومن المشكلة عن الإعاقة نعم داميج بالنسبة لهم مدمج ومدمج ومدمج داخل الفصل ولكن البرامج والمناهج الدراسية إلا كانت تكيف الامتحانات تكيف الامتحانات والمراقبة المستمرة خرجت مذكرة آخر مذكرة خرجت بالنسبة أن الأطفال يستفيدون تكيف المراقبة المستمرة والامتحانات لأن من قبل كان يكون غير تكيف الامتحانات الإشهادية السادس والثالثة إعدادية أولا باكالوريا والثانية باكالوريا هذا التكيف هو إجراء وهذا الإجراء أنا كان يعني بأنه إجراء حقوقي هذا حق الدكتيني أنا في مواكبة يومية أنهم من هذا المنظر الأباء والأمهات والأصار وهيئة التدريس وهذا أن هذا حق من حقوق هذه الأطفال هذا حق استعطافي هذا يعني أنه يخولوا له القانون والدستور يخول هذه الأطفال حاملة إعاقة حق تضمن الدروس لهذا من بين هذا أنا كان عني هذا التكيف راه كيهم راه كينا مذكرة ويزارية والأكاديميات مشكورين الأكاديمية الجهوية دي الضربية ذا السلطات كنا جلسنا معها مع عضوات الجمعية وكذلك معنا جمعية أخرى أننا جمعية بشرة وجمعية الجمعية صعوبة الأمل ذوي صعوبة في التعلم أننا جلسنا مع قسم التربية الداميجة وقلنا أنه أراه الدمج يعني لتكيف راه كيهم جميع المستويات من التعليم الأولي إلى البكالوريا وكذلك حتى بالنسبة لكلية أنا كنا نعرف عندنا أعضاء في الجمعية أنهم تبارك الله كيني لكي يديروا دابل ماستر في الحقوق عندهم صعوبات في التعلم ما كينش إحصائيات على المستوى بالنسبة لإحصائيات ما كينش لأسف سعمل عدد بالنسبة للعدد بالطلب ممتوفره ولكن بالنسبة للأكيد في كل قسم لكي نكون في مواكبة مستمرة مع الأساتيدة ومع المدارس أنها كيني الأطفال ولكن وباقي مسكوت عنه باقي مسكوت عنه لأنه هناك حيف كنقول حيف وكينضل من هذه الفئة هذه الوليدات التي عندهم هذه الصعوبات والضرابات في التعلم وأضيف أن الضراب آخر كي يكون هذه الصعوبة للتعلم وصعوبة التعلم أحياناً كي يكون مقرون بالطيراب في فرط الحركة مع تشتة الانتباه وعدم التركيز عندنا الطيراب في فرط الحركة التداش كي يسمى الطيراب كي يكون مصاحب أغلب التلاميذ اللي كي يكونوا عندهم صعوبات في التعلم كي يكونوا عن فرط الحركة كي يسمى داخل الفصل كي يقولوا هذا كشقي كبير مشاغي ولكن تهوره طيراب تهور عنده الطيراب نامائي عصابي هذا تهوره كان صنفوه لأن الوزارة كان صنفت لنا إعاقات الظاهرة اللي سيستفدوا من تكيف والدمج ومن بينها إعاقات الطيرابات وصعوبة التعلم ودخلوا فيها الطيراب في فرط الحركة مع تشتة الانتباه وعدم التركيز لهذا أنا كنقول من هذا المنبر كذلك الله يخليكم أن التلميذ إذا كان عنده الطيراب مثلاً صعوبة التعلم هذا خص حتى ولو أن ما عندكش المناهج مثلاً مكيفة ولكن حاول إحنا رأي حسن العوان رأي يكون العدد كبير داخل الفصول الدراسية رأي حسن العوان ولكن ولو غير من باب زعمة إجتهاد إجتهاد وأنا كنقول بالنسبة للأستيدال اللي صادفت أن الأغلبية اللي كيكون عندهم رأفة بهذا التلامد وكيكون عندهم تعامل جيد مع التلامد شكون؟ اللي كيكون عندهم إما إبن إما كيكون عندهم أسرة إما كيكون هو فاعل جمعاوي هما اللي كيكونوا أقرب لهذك الأطفال لهذا رأى المذكيرات كيني مثلاً للأسف هذا العام لقينا مشاكل في التكيف مثلاً في الدمج مع العلم أن الأكاديميات والمديريات الإقليمية أنهم عندهم مذكيرات وكتفرق على المؤسسات بما فيها الابتدائية والتنوية والإعدادية ولكن للأسف أن المديرين خذهم يفعلوا هذا الإجراء لهم ويخبروا الأساتيد يعني إعلام الأساتيد والأسرة كيني الأسرة اللي ما عارفينش أنا كم شوف تلميد عندي مثلاً داخل المؤسسة عنده صعوبات منعية الآبة وكذلك دورتها جمعية الآبة جمعية الآبة الهيئة التدريس الإدارة الترباوية الآبة هذا هناك جمعية مجتمع مدني خذنا نعملوا يد في يد ونحسوا بهذا الإجراء يعني يعني هي مسؤولية مشتركة لنا كاملين خاصة لهذا الإجراء أنه زي عمرة هذا رح حق من الحقوق وليس أنا كنقول هو كين وازع الديني كين استعتاطي كين إنساني هذا ولكن أنا كنعمل هذا كنعتبر أنا هذا حق 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 تلميث دراسة حق دوستوري قانوني هذا ولهذا من هذا المنظر أنا كن بغي إلا كانوا الأسار كيتابعوني أنه شوفوا ره تكييف ره كيد من القسم الابتدائي ره من القسم الأول الابتدائي إلى الجامعة أنه هذا التلميذ أو هذا الطالب ره خاصوا يستفد من تكييف تكييف كيف كيف يكون حسب الحالة وحسب تسخيص ماشي نجي غير دري ما يقرا شو نعملوا نقولوا ره هاد دري خاصوا يعني يستفد من تكييف ولكن تكييف ره كينا واحد الخالية أنها تواكب كين أطباء الأطباء أخصائيين وكين أخصائية الشبه طيب بمثلا الأخصائي النفسي الطبيب المعالج بيدو بسيكياتر أي كلهم هادو هادو كيواكبوا لهذا كل حالة بالنسبة للتكييف كين كل واحد كيفاش كي يستفد كيلي كيستفد ما كيكتبش كيستفد الشفاوي كيلي كيكون عنده المرافق كيكتب له ما كيقدرش يقرا كيلي خاس إضافة الوقت كيين تسهيل طريقة مثلا بحال كينينشي أطفال مثلا لأنهم صعوبة التعلم عراه ما يقدرش مثلا أسئلة مثلا أعطيته نص أرى ما كديش وتعطيه سؤال مثلا خاسه يبدع فيه مثلا استنتج أو فهم قرائي لا هو كي يخسر لأسئلة مباشرة مثلا أسئلة كتكون ذلك خطأة خطأة صحية أو صحيح أو أسهم يعني خاسنا ذاك الولد حيث هناك هو الطفل المسكين ما كيواكب وكيف يعطيه الأستاذ أو المعلمة أو المعلمة وكي يعطيه هذه الأسئلة اللي بالنسبة للأطفال بحال الأطفال لما عندهم صعوبات أذكر نوع من العقاب ذكتيني شكرا أستاذ لذلك إن شاء الله إن شاء الله في حلقة أخرى إن شاء الله محبا وسعيدة بأنك صدفتيني لأن هذا الموضوع لأنه ليس يخصص غير هذا الوقت أو ساعة أو ساعتين أو نهار لأننا نحييك من هذا المنظر لأن الإعلام الإعلام عنده واحد دور مهم جدا فعلا لأنه التعريف بهذه الطرابات وهذه الصعوبات خصوصا الطرابات أو الصعوبات المسكوطة عنها لهذا نتمنى إن شاء الله لقاءات أخرى وإن شاء الله تكونوا تواكبون في الحاملات مثلا الميدانية المباشرة سواء داخل المؤسسات لأنه نحن بصدد أن نديروا دورات تحسيسية في المدارس وفي الإعدادية وفي التنويات وكذلك عندنا تكوين بالنسبة للأمهات والآباء وكذلك الهيئة التدريس مرحبا أستاذة شكرا جزيلا على قبول الدعوان الله يبرك فيك أستاذ متتبعي قناة الفاسبرس إلى اللقاء في حلقة أو لقاء جديد إن شاء الله